بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات نتمنى إن شاء الله هذه الفيديوهات التي تكونوا استفتمهم وتكون إفادة كائنا وأي حاجة ما فهمتها من الفيديوهات بإمكانكم تحطوها لي تعليق في هذا نفس الفيديو الابنات اللي يدخلوا في بعض الفيديوهات وقد تقول لي في الفيديو أحفاك أعطيني الرابط ديال البسبوسة أو الرابط ديال الكيكة الفلانية أو هذا دخلي وقلبي كي أنت لوائح قوائم تشغيل ديال الكيكات ديال الطبخ ديال هذا المهم دخلي القناة وقلبي خصوص البنات اللي يطلبوني تقسيم المصروف وكتجي وكتحط لك في الفيديو أنا كنت خلص ألفين درهم وما كتكفيني عفق قسميها لي شحال شخص شحال عندك شنا هم المصاريف الثابتة وكتحال شمكت خلصي من هذا الفين درهم فاهميني حطيلي المعلومات لأني أنا في هذا الفيديو نسوي لك كم الشخص ولكن سننجلس للفيديو اللي مبعد وما أنت نرجعش لهذك التعاليق لدى هذا الفيديو فهمتيني وكي يبقى هذا الفيديو وكي يبقى هذا التعاليق كي يبقى هذا السؤال معلق في هذا الفيديو إلي الأبل المهم حبيباتي الغاليات في نفس الفيديو قبل ما تحطوا السؤال حطي لي معكم الشخص انا كندير سكرينشوت او كان نصور الشاشة كان حطيها عندي في سطح المكتب في البيسي ديالي وكان نجاوبك الى اكتبها الله بخصوص الفيديو اللي تكلمت في عن كارتونة ديالرمضان القليلة جدا مع الفيئة قليلة فهمتني على اني انا كان هاجم الناس اللي قالوا وقالت لكم ان هذا كمشي المحتوى ديالي ماشي انا مثلا في قناتي اللي قالت كارتونة رمضان كنت انا اشتهاب في منتدى اناقة مغربية في واحد الجروب ديالي يتكلموا على شغل الدار وهذا وكيتكلموا يقولوا غادي نديروا كارتونة ديالرمضان الاعلامة اعتقد ام فليلو واحد السيدة اسمتها ام فليلو في البروب ديالها كانوا يهضروا ماشي ديال المصروف اللي كي يهضروا لك كارتونة رمضان وشتهاو لكن انا من يعني السنين هذي ما عجبتني ما عجبنيش لفكرة فجتني انا ما جيتش وتكلمت على كارتونة رمضان هكذا يعني جاءوا حطوا لي السؤال في القناة هضرنا على كارتونة رمضان اوه جاوبت انا ما كنديرش كارتونة رمضان انا كندير كارتونة كنديروها يعني كنتصدقوه هذا ماشي يجعيه باش نقول زيال مرانين كنتصدق ولكن وهذا رامك اكيد كلنا مسلمين كنتصدقوه مشيش حاجة الجاي نغاند روزع ما كنتصدقوه ولا راني كندير الصداقة هذا شي حاجة نحن الدين دياننا كيورينا صاف يعني مشي كورينا نورينا يعني احنا خاصنا الوليدات الصغار نوروهم اشياء صداقة وهذا وعده يعني يكبروا يكبروا مع هذا ويشوفون احنا كنتصدقوه كيكبروا مع هذا المفهوم كنتجينا الاشياء اللي هي المفروض تكون عادية والتي كنتجينا عادة غريبة او كنتجينا ماشي غريبة كنتجينا كنتجينا ماشي حاجة اللي ما موال فينها متعود يعني احنا احنا رانينا الصداقة في الدين ديانك يقولوا وفرض علينا متصدقوه لهذا الكارتونة ديالرمضان فاش هدرت عليها من ناحية ديال انا قناتي ما يعني طموحنا اكبر من الكارتونة واكبر ما هي اكبر من الكارتونة واحد الأخس كتبت لي يا ارا كي الناس دراوش هذي الكارتونة عادي يدنوا الكارتونة ولكن انا كان وريك بحلاش تدري بيت الخزين بحلاش تدري حنوتي في داري يكون عندك اشياء في دارك يعني اللي تديك في رمضان لانه رمضان شوفوا البنات راههم ماشي هو شهر ديال الاكل هو شهر عبادة ولكن صحيح ما الانسان كيكون صايم كيكون يشتهي اشياء شوفوا كل ما كنتيشي عانا كتشتهي اشياء بيت ندير هذا بيت نقل هذا الاخرشي البراء اللي اشتهاد تشريه هذا الشيش كنقول لكم ما تبقاوش تخرجوا جعانين لو تتقدوا كل ما تبقاوش تسوقوا كل ما تبقاوش تخرجوا لانك ساعة اللي يكافيك اما اللي كنتيشي عانا تشتري شوفوا الانسان في رمضان لانه مصروف الهري ديالرمضان ومصروف الخوطر والحم ودجاج والحود ديالرمضان لانه مصرف البوطة لانه رمضان شهر بحل شهر يعني بحل لا تصرفوا شهر واحد شهر طميار شهر طميار شهر ثنعش نصرفوه في شهر رمضان ل هذا المصاريف كامل ديالوكينة مصرف في الطبيب و الإصلاحات في البيت الحليب كل شيء نجمعهم لمدة 11 شهر كانوا يوكلوه في شهر رمضان شهر رمضان الثاني نحطوا هذا المبلغ لرمضان الى حيان الله هذا كل شيء الى حيان الله لهذا حبيباتي نحن دارين الظرف وعننا فلوس لهريدينا وقلنا نجمع وريتكم في الفيديو بحالة وعن نجمع الفلوس لتجمع بيت الخزين لا تستطيع أن نجمع بيت الخزين فلت تجمع المبلغ لتجمع بيت الخزين لتجمع بيت الخزين وعن نحتفظ على طحين والروز والشعرية وعن نجمع بكمية كبيرة لا تستطيع أن نجمع بيت الخزين وعن نجمع بيت الخزين هنا تنجمع بيت الخزين ورق الغار ورق سيدنا موسى تكون طرية جديدة تنشف فيها قديمة عند العطا عشرها خضرة شوشي واحد يجب عليك خضرة من البلاد ويبسيها ودريها بزفزفزف مع هادة السودانية يدري إذا كل شيء يقولون الناس الملح الحية وكل شيء يخلطي هذا الشيء كامل لأنه أنا جربت كل الطرق الأشياء كتسوس والطحين كي يخسر كيفسد وكل شيء هذا إلا إذا كان في الثلاجة أو المجمد فقط أما البزار الفلفل الأسود اللي هو السودانية الملح الحية هذا البلاستيك تسطل البلاستيك كله خصوصا سطل البلاستيك تسد عليه كتسخن كي يخسر بالزرباء لهذا حبيباتي هاد الأشياء هادو شروعها الكمية كتديكم الشهر شهرين فقط الرز مثلا يقدر يبقى عندك شهرين ولكن فوق من الشهرين غي يخسر نفس الشيء سميدة بلبولة كل شيء خاصتك شهر شهر شهرين فقط يعني ما تضيعيش فيه فلوسك إلا ووقف أصلا حتى لو أمشي تيشريتي بكمية كبيرة وقدري في الثلاجة أو المجمدة يعني كشيشد لك البلاستة حبيباتي حاولوا تجيبوا من هذه الأشياء اللي كتفسد غير القياس ولكن الأشياء اللي لا تفسد شوفوا قهوة السكر الزيت صابر المائم شامبونات ورق الحمام ورق اليد قاعدك شي ديال التنظيف كل الأشياء التنظيف الزيت حلي بنيده الشي في التاريخ دياله يجيبه اللي كيستعمل حلي بنيده السكر بأنواعه غير السكر خاصة هاد السيدة اللي بغدير بيت الخزين تكون عارفة بحالش غادي تسطوكي وبحالش غادي تحافظ على هاد الشي راه تقدر تكون السيدة عندها الفلوس وعندها المكان وقدرة تمشي وتجيب أشياء لبيت الخزين ولكن واشهد السيدة عارفة طريقة وهي مستعد مره 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 ترطبه مره مره تدير الأشياء اللي التاريخ ديالها قرب على الانتهاء والله غير غادي تحطك شي وتنساه وتبقى تتقدى وما عارفة شنو عندها راهي لما كنتي قابل يعني قادر هاد بيت الخزين ما تديره راه بيت الخزين تهوى راهو مسؤولية يبغي تكون يتحافظ عليه ميدخلو مثلا الحشرات نقيم الحشرات تهوى تقفلي انتي باش تبقى يتخرج ذلك الشي اللي بغيتي يعني متحكمة في ماشي اللي جاكيج باحت مكت عارفة شنو شي يخيل الحاجة مفتوحة دراري تصيف طيوم لا تكون متحكمة في بيت خزينة الأشياء اللي كانت تنتاهي اللي قربت الصلاحي ذا تنتاهي تكون القدم وتكوني حاصية شنو عندك بيت الخزين باش وش حال غاديك من مدة مثلا عندي الزيت عارفة هذا الزيت الكيمية الزيت اللي بيت الخزين قد تكفيني عام يعني هنا عام ما شريع زيت المائدة ولا زيت الزيتون مثلا السمن العسل ذاك شي كام اشنا هو اللي ما نجيبش كميات كبيرة من الفرماج المثلاثات الفرماج دهال الخبز الاخر ديال بيتزا تقدر التريف المجمد أما الأشياء اللي ما نقترش نجمدها و ما نقترش نحتافط بها مدة طويلة ما نجيبش منها كميات كبيرة ديال الصاندويتشات جيبي منه القياس اللي انتي عارفة صاندويتشات مثلا أنا في داري كندير صاندويتشات مرتين أو مرة في الأسبوع وكنستعملوا مثلا هكا في اللي نحطوه مع لدرشي شربة نحط هذا كدير صاندويتشات نديروا زبادة و شو يزيد السيتون مع فرماج صاندويتشات ندوزوا بها الشربة ديالنا يعني مرتين في الأسبوع تقريبا كنستعمل ديال الصاندويتشات لهذا كنجيب الكمية اللي غا تديني مثلا شهر حتى الشهرين ماشي مشكلة ولكن عودتي اللي بغا تدري بيت الخزين ماشي غا تمشي للسوق اللي يلقات هالبروموسيون تشريها لا كتشري الأشياء الاساسية في دارك ضرورية لدارك وانتي كتستعمليها يعني ماشي معقول نمشي مثلا السوق اللقاء البرقوق المجفف داير رخيص ونشتريه منه ثلاثة أربعة كيلو وانا ندير الطاجين مثلا بالبرقوق مرتين في الشهر ندير لي خمسة ستد الحبيبة البرقوق وإلى جوني الضيوف قد ندير مع الكمية هنا كيلو البرقوق لماذا شديته ونظفته ودرته في المجمد ووقت ما بغيتك تطلع منه شوية اللي بغيته عندك البرقوق اللي غا يديك كم من شهر كيلو غا يديك شم شهر هداي لك انت الطيبة غلد دارك مثلا يعني الأشياء اللي تلقيها بروموسيون أشياء اللي تكون الشهية ديالك مفتوحة على البروموسيونات لا انتي عرفت تخبعي لا انتي عرفت تقداري لانتي عبارة عن شخص يبحث عن البروموسيونات لان العروض ويشتري ويخبع نحن رأينا ما كنديروش بيتلخزين باش نشروع ونخبعوا كنديرو بيتلخزين باش نرتاحوا من الروحات والمجيات من السوق باش يكون عندنا تحت نحن رأينا نحن رأينا نحن رأينا نحن رأينا باش نعرفون ووفرون مثلا عندي هذه الأشياء كامل يعني كم من شهر نحن رأينا نحن رأينا نحن رأينا ولكن كنخلي واحد المبلغ في ظرف الهري كنتخبع كل شهر اللي هو مبلغ بسيط جدا بحالي انا مثلا كندير 300 درهم للشهر في ظرف الهري كنتخبع المدة كنتخبع اللحم كنتخبع اللحم كنتخبع اللحم ودائما كنتخبع في فلس لاني عارفة بحالي نتقسم لهذا رأينا شي فهموني يا البنات رأينا باغية يعني نعطيكم الدرس صحيح وصفي تفهميه وما بقيش تقلبي على تسولي ما يبقى حايرة ما تبقى عندك لا عندك شي حاجة ما مفهومة شلال بناتشوفوني الله يجازيكم باخير من اللي تبقى تقتاصدي تبقى توفري وتتبعي هذا النصيح الخادجة الصحراوية من اللي كتقول لك خادجة الصحراوية مثلا شري الدجاج كان بروموسيون سيري شري منه كمية كبيرة لا يعني على ان كذلك الكمية كبيرة الدجاج ستتوقليها في شهرين أو ثلاث شهور الدجاج بالكثير نديره مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع بالكثير ونديره كميات قليلة في انتك نديره الدجاجة ونديره في خيطات الدجاج بزاف ونديره هذين لدينا المناسبات وعندنا ضيوف أما احنا رح شوية الدجاج يبنن رح مش هي المقصود أو القصد انك انت تشبعي تشبعي بالدجاج تشبعي بالدجاج تشبعي بالدجاج الادان الذي اشيرت منه كمية كبيرة اضافي كنت اعقلت معكم الادان للخليع الادان رباقي عندي كنت اشرت الادان ووصلته رباقي عندي الكفتة الادان وواللهي رباقي عندي يعني راني ماشي ماشي قلت انا نوكل في الادان ودجاج نوكل نوكل بزر لا تقولي خادجة رجعي مثلا تستعمل الجاج بزر كنت استهلكه بكميات قليلة وذلك الكميات القليلة انا دارتها في الكيس فش كان بغين طيبة كنت اقطعنا واحد شوية ندروف واحد الكيس من المرات كنت تقلأ في الطاجين وهذا وكان نهز واحد طريف وكان نقصه على راسي لانه بش بش صحتي ثانيا اللبنات كنت تكلموا عن الهرمونات سبين القوصين في هذا الفيديو هذا دجاج الهرمونات كل الحيوانات كنت تدري لها الهرمونات يعني الى هربتي مثلا من دجاج الهرمونات راكين في الادان هربتي من الادان ا Darling في دجاج الهرمونات لا نكذبوا على الاروسنا ايضا بيض بيض بتهي جميل الجميل الخضر غير تحدث صعزي نقوم بتبطء الخضر في هذه الأخذين في هذه المعلمات التي تدارية في الدار كمية كبيرة من الحصر كمية كبيرة من العصر كمية كبيرة من المحتارات نعلمها في الدار المربى كل هذه الأشياء قدرناها ولكن راها سوف يديني واحد المداني انا شنا هو انا وليس مرتاحة ما تشكيه مني مشين نجيب مثلا ما تشاطر خلصتها انا عندي كيمية كبيرة منها ما كلاش نجيبها طرية واللوحة في المجمد ما غالي تصلح لي للسلطة ما تصلح لي للكسكسوماس خاصة تكون مطحونة وطائبة يعني كان طيبة نصابها ونعلمها وكان ما تشدليش البلاصة في المجمد كتشدلي بلاصة في بيت الخزين القرى عرقينة في القناة بحلش تصوبي السلطة دي الطماطين بحلش تصوبي الكيتشوب بحلش تصوبي السلطة ديالبيتزا بحلش تصوبي ديال الحريرة ودكشي ديالكسو كلشي كينا كاملة في القناة العاصر على أنواع وكان في القناة بحلش تصبريه بدون مواد حافظة وبدون إضافات ملونات أو شيء وقديريه منقي عندك في الدار وشي حاجة مزيانة لهذا هذا الأشياء كانت هنا من التسويق كل مرة نتسويق كانت هنا فلوسي كان قطازت فيهم لأن القليم ورخيص كان نشري كمية كان نصوي بالعاصراء ماتشا رخيصة كان نشري كمية كان نصوي بالغاية الديني في رمضان يعني العام كان لدينا ماتشا كان نحتاج غير للسلطة هنا وشي وحيد على الطويجين هكا عرفتوا كان بغندينا ماتشا نحتاج على الطويجين شيء حاجة يعني ماشيء حاجة بسيطة إذا مشيت للسلطة ما تشغليه من قدر نستغني عليها من قدر نستغني عليها من جيباش وإذا ما ترسع على الطاجين ما باديش نموت هذا الفيديو يعني توضيح السؤال دي اللبنات اللي قالوا لي على الكارتونة وبيت الخزين وبحلاش نديروا بيت الخزين هذا ما قدرتيش تدري بيت الخزين ما عندكش الإمكانيير مش تدري بيت الخزين دري دارت مع نفسك جمعي كل شرق طريقة شوي حتى تجمعي واحد المبلغ كمير سيريد بيت الخزين هذا اللي عندك تسع البنات اللي ما عندهم تسع يشوفوا شيء بلاكار في بلاسة بعيد من الفران بعيد من بلاسة سخونة مره مره تقدر يتهويه بعيد من اليد دراري تبقوا يجبدوه بحيلة لمدرتي بيت الخزين يعني يفتحوا هذه وتفتحوا هذه وتفتحوا هذه البطاطة وتفتحوا هذه دراري لهم شيء هم المسؤولين على البيت ما عندك شهد شيء كامل لالبلاسة لشيء كتافي بالهري وللقتي حاجة صابوا لما مش حاجة بروموسيوم سير جي بيك ستوكي تحت شيء بلاسة وخليه الأشياء اللي ما يعني ماشي ماشي هذا ولكن دروري يكون عندك شوية شوية خزين واحد الخزين اللي بنات اللي ما يقدوش يجمعو اللي يجمعوها 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 يصرفوها يدري دارة مع شيء واحد وخصصيها البيت الخزين فهمتوني هذا بالنسبة البيت الخزين حبيباتي نتمنى هذا الفيديو يقول لكم إفادة راني هاد الايامات سنعطيكم هاد نوع الفيديوهات الشرح باش الأسئلة اللي قد تدور وعندكم شيء تساؤلات ما عندهاش الأجوبة غادي تلقاوها في هاد الفيديوهات ورا هاد الفيديو ان شاء الله هاد نعطيكم التحديد يا لالفين وعسرين اللي غادي نديروا ان شاء الله واني بكم قرأي نحبكم كاملين